القراءة أستاذ أماني تتجه إلى محور آخر أولا حركة حماس لا تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية لا تفاوض الاحتلال على أسرى لديها بمعنى المفاوضات تجري بين طرف وطرف وهناك وسطة والولايات المتحدة الأمريكية دخلت على المشهد كنوع من الضمان وكنوع من الوساطة بالإضافة إلى مصر وقطر هذا على صعيد المشاهد لكن حركة حماس ليس لديها أي ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا حق بمعنى الطائرات الأمريكية التي تلقي المساعدات الآن هي جزء من نثر الرماد في العيون ولو أرادت الإدارة الأمريكية أن تساعد الشعب الفلسطيني لما استخدمت الفيتو أربع مرات رفضا لمنع وقف اطلاق نار تم الاتفاق عليه دوليا كل دول العالم وكل شعوب العالم الآن تطالب بعيدا عن حركة حماس التي تطالب وقف اطلاق نار كامل وفوري الآن أصبح وقف اطلاق نار مطلب دولي وأممي وإنساني وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تكف عن حالة الكذب والخداع أمام رأيها العالمي أو الداخلي ثانيا الإشكالية أنه لا يمكن أن تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية ضامنة عن الحقوق الشعب الفلسطيني لأن الولايات المتحدة الأمريكية التي تسير جسرا عسكريا لدفاع عن الاحتلال ولأعطائه ضوء الأخضر في المزيد من المجازر اليوم الاحتلال يقتل الشعب الفلسطيني بطائرات أمريكية ويقتل بمتفجرات أمريكية